كثير منكم سمع بموضوع الذكاء العاطفي أو أول مرة يسمع بشيء اسمه الذكاء العاطفي وبعضهم كثيرا رسلولي على تويتر أو على المواقع يسألني هو إيه يعني ذكاء عاطفي هو فيه غباء عاطفي وفيه ذكاء عاطفي يعني من فين طلعت الطلعة دي أو من فين طلعت المصطلح ده المصطلح دام المصطلحات العلم النفس والعلم النفس الاجتماعي واللي ظهرت كانت قديمة من داروين بأسماء أخرى ومعادي في التمانينات ومعادي وطع التاريخ الذكاء العاطفي رح نتكلم فيه ومنهم مع علماء وليش سموا الذكاء العاطفي بهذا الشكل ومعادي تجاهنا اتجاهات كثيرة في العالم على موضوع الذكاء العاطفي وقص الذكاء العاطفي وأصبح ذكاء عاطفي على مستوى القيادة على مستوى الإدارة على المراكسات الشخصية في كل شيء أصبح فيه ذكاء عاطفي يعني القدرة على التعامل مع المشاعر والأحاسيس واستخدام تفكيرك وعواطفك كيف تدير غضبك كيف تدير ما في أحد ناجح واحد فاشل يعني الناجح مو نجح علشان هو يعني شاطر ولا هو زكي بشكل كبير جدا لا لا لأنه استطاع أن يتحكم في منظومة العواطف اللي هو بيشتغل عليه يعني استطاع أن يضبط بالضبط يضبط غضبه يضبط توجهه يلاحظ مشكلاته يشوف نفسه يستمع جيدا إلى الآخرين يعني الناجحين نجحوا يعني بعض ناجحين نجحوا علشان هما أسكياء لا اكتش ما هو ده السبب الزكاء العاطفي اللي كان بيستخدم الـ IQ اللي هو ميزان القياسات الزكاء اكتشفوا أنه في ناس زكاء هم منخفض وبالرغم أن مستويات الزكاء منخفض ولكنهم نجحوا نجاح عالي جدا ليس النجاح كان بسبب اللي هو درجة الزكاء أو منخفض الزكاء ولكن نجح بسبب واحد أن نستطاع أن يتعامل مع انفعالاته مع الآخرين والناس وده حقيقة موضوع يعني يهم كل شخص وانا على مستوى الشخصي أو على المستوى المهني كيف تضبط انفعالاتك كيف تدير آراءك كيف تكون قادر عن التعبير عن نفسك بمواقف مختلفة وطرق مختلفة كيف تؤسس ثقتك في نفسك بعض الناس مشكلتهم مش في إنهم هم مش عارفين يعمل هم ما عندهم ثقة مش واسطين بحالهم يعني ما عنده يبقى يعزز نفسه وحنشوف قصص من قصص الذكاء العاطفي في الساعة والنص احنا معنا نستمتع فيها اتمنى ان شاء الله نستمتع بهذه الساعة والنص مع بعض في رحلة حول ما يسمى الموشن انتليجن او الذكاء العاطفي لا احنا حبينا نسمي يعني العلاقات الإنسانية كيف الذكاء الإنساني والذكاء في العاطفي كيف نستمع كيف نتحاور وكثير من الناس يعني لما تنقشف الموضوع ده يعتبر ان الجانب هذا هو جانب مش مهم للدرجة دي يعني ولكنه حقيقة هو جانب في عالم من الأهمية زي ما حنتكلم علي نتكلم على مشكلات أداء العمل ما هو كل المشاكل المشاكل العلاقات الإنسانية تبدأ ببداية المشاكل في أداء العمل هي ايه مشاكلة في دا العمل يعني كثير من سألهم ايه المشاكل رسال لي لست في المشاكل ده ما في شيء ما بقى طيب السؤال يجي نقص يراد نقص مش عارف ايه ما في تحفيز ما في طيب المشاكل هي كثيرة كيف نتعامل مع مشاكل العمل طيب كيف نحل المشاكل وهو في مشاكل سؤال الأهم كيف نحل هي ليس حلها بنظريات هي ليس حلها بطول التكنيج احنا كمؤسسة الـ DNA تبع المؤسسة كيف نحل مشاكلنا كيف نناقش مشاكلنا كيف نتعامل مع مشاكلنا لدارة اليابانية يعني من رائع في حياليابانين هم وضعوا منهجية لحل مشكلاتهم يعني كيوتا حطت منهج لحل مشكلاتهم في طريقة التعامل مع مشاكل العمل في النظر إلى عنصر الهدر في أداء العمل والتعامل الخلاق مع هذا العمل طيب إحنا طيب إذا إحنا عارفين بنحل غضنا ليه إحنا زعلانين يعني شهد يعني هناك تجد ناس كتير زعلان دمسوط لا دمسوط لماذا نحن نغضبون طيب إذا إحنا فهمين مشاكلنا وإحنا فهمين نحلها طيب زعلانين ليه سؤال خطير ويبدو سهلا طيب زعلان من إيه زيء واحد يكلمني يقولي طيب إحنا متجوزين طيب إحنا عايشين طيب ماشي إنت زعلان من إيه إيش اللي يمزعلك طيب المشاكل عايش شايفينها وعارفين كيف نتعامل معها طيب إذا يعني شوفوا منظر الرجال هذا في الصورة لماذا نحن نغضبون طيب من عملتلك سياسات من عملتلك إجراءات من عملتلك كل حاجة وعملتلك نظم وخطط استراتيجية زعلان من إيه أنا عملتلك كل حاجة أنا عملتلك كل حاجة زي ما تقول زي ما تقول مدارس القيادة والإدارة في العالم زبطتك وبرضو زعلان لماذا نحن نغضبون سأل مهم ما فيه إجابة واضحة عليه لجي تناس موجودين في بيئة العمل وغضبين ليه والله مش عارب لذلك أقول لك الحاجة إحدى الإدارات نجحت وعملوا وسووا فأقول لهم كيف نجحتوا يقولوا الله ما ندري نجحنا طب فشلنا ليه ما ندري فشلنا يعني حتى حالات النجاح غير واضحة حالات الفشل أعلا غير فالماذا هم قاعد يقولون لماذا نسمع اللي بنسمعه بس أنا بديك ليه الإدارة أجمع السلام تسمع اللي تيبة تسمع شوف يقول لك hear only what we want to hear نسمع ما نريد أن نسمعه هل إحنا فعلا بننجي إلي نسمعه نختار إلي نسمعه لأنه خلي بالك listening effect listening من مهام الذكاء العاطفي أنك تستمع إلى الآخر تنص تديله فرصة تفهم هو بيقول إيه هل إحنا بنسمع فقط أم نسمع اللي نبغى نسمعه والمدير يبغى يسمع اللي بيسمع شكرا شكرا لما ندخل يقول لك شوف يا فدلال الله يخليك يا ماشد المدير ما يبغى نكد إذا عندك مشكلة يقول لي أنا جبل ما تدخل عليها تديلي المصيبة لأنه اللي فيه كفية يعني أنا بدك حاجة اليوم مبسوط أي بالظبط تماما يقول اليوم مبسوط المريف ولا أنكد عليه عندك مشكلة يعني يعني ما يبغى أناك تمام بالظبط أو أحط رقم اللي عنده الشكوى يتصل على الرقم لا ينكد عليني يبهدلنا خلي إحنا إحنا نجي نتكلم فيه خلي إحنا فعلا بعض الناس كده سؤال آخر طب لما نحاول ونجدم ونبتكر للناس يسخروا علينا ويضحكوا يعني طب حوانا ما نجحنا طب خير هل انتهى العالم يعني فرضي مشكلة خلي فيه تردد ميدة آخر مرة كلمنا نجدم فكرة أو مقترح أو تطوير نناقشه وننفذ نتكلم عن الزكاة أي ولا الزكاة العاطف هو أي بالزبط لما نجح للأساس زي هو لذلك ما كان في عنوان كده اسمه الزكاة العاطف يعني عنوان ده طلع من فين موشن انتليجن طلعت من فين هو القدرة على فهم العواطف والتحكم فيها والتفكير الخلاق يعني ذكاء العاطفي هو مفتاح التفكير بوضوع حينا كثير من الناس مشوش موهارف يبدو مش بس على مستوى المرؤوس حتى على مستوى المدرأ تسر ايش تتسوي ولك ما عري ما متأكد انا انا مش وافق ايش هنعمل فإذا هي ان احنا نسمع الاخرين نتفهم نستمع نطور كل شيء يرتبط بالتطوير وتسمى ذكاء عاطفي قدراتنا على الفهم هذا لوجود انه بيقول لك ان الانسان هو مجموعة من المشاعر والعواطف والاحاسيس تديره ثلاثة اشياء اساسية رح نتكلم عنها التفكير والسلوك والمشاعر اللي هو بتكلم عنها نتكلم عليها كيف قدرتك على ادارة مشاعرك كيف قدرتك على استخدام تفسيراتك كيف تفهم مشاعرك وتبررها يعني في المدرسة في البيت في العمل كيف تدير غضبك كيف تدير رأيك شان تنجح مهنيا يجب تفهم مشاعرك لازم تفهم اللي انت تبغى لازم ما تخاف لازم تعرف تقرر بعض الناس ما يعرف يقرر بعض الناس خايف متردد شركك مش متأكل فهي الذكاء العاطفي هو عبارة عن ادارة هذه الانفعالات اللي انت بتشتغل عليه من خلال مثل درجي اسمه منهجية ادارة الذكاء العاطفي او الذكاء الانفعال في كتاب الذكاء العاطفي ولا الكتاب لدينيال جولمن لاحظ ان الاشخاص الاكتر ذكاء ليس هم الاكتر نجاح او اكتر انجاز في الحياة غريبة لعلك لاحظ ايضا كونك ذكيا او مرهي وموهوبة مش كاف مدى نجاحتك في مهنتك يتوقف على مدى نجاحك في التعامل الجيد مع الاخرين مع مديرك مع زملائك في العمل مع الاخرين تعمل معهم لاحظ ممكن تمتلك مهارات تمتلك شهادات تمتلك كل شيء يخليك فعلا في وظيفتك وكيف تستمتع بوظيفتك من خلال بناء منظومة العلاقات ده شيء اخر بعض الناس تلاقيهم فعل متميزين ولكنه منطوية على نفسه مش ممكن مش مغرور مش مغرور يا ماجد ولكنه لا يستطيع أن يكون منفتح عقليا وقلبيا مع الاخرين يتناقش ليس بارع في موضوع انه كيف يعبر عن نفسه وكيف يستمع مع الاخرين النجاح مش في شهادات ممكن يكون عنده اعلى شهادات ولكنه لا يعرف عشان كده تجد من يترقى ويأخذ مناصب أو كده هم الناس اللي عندهم من نتورك مش الناس اللي عندهم شهادات ده لاجي ليه لأن النتورك ده مهم الموهبة الحقيقية في التعامل الخلاق مع الاخرين العلاقات الإنسانية في حل مشكلات العمل إذا نقدر نقول أن العواطف منظومة العواطف فينا إخوان ركزوا معايا في الكلام اللي بقول نطلع من الكلمتين هاد اللي قلناها كل واحد فينا منظومة العواطف أنا ما قدر أقول لك ادخل يا ماجد المؤسسة وشيل منظومة العواطف برك يعني المدير اللي يقول لك العواطف الشغل ممنوعة كيف يعني أنا دخل المؤسسة أشيل العواطف وادخل من غيرها مثلا يا صعب مش مستحيل يعني مش ممكن أن يكون منظومة العواطف هي موجودة عندنا موجودة دوما في كل واحد فينا بدليل أنك تفرح تبكي تحزن وتضحك في نفس اللقصة يعني هذي مسألة إنسانية عندنا لما تشوف أحد ما تقول الله مبروك لما تشوف واحد زي تقول يا خسار يا الله رحمة الله عليك لما المواقف في الحياة ترتفع تشوف حدث وموقف تقول يا الله ليه كده هنا يجي السؤال إذا احنا اقتنعنا أن منظومة العواطف والتحكم فيها هي وراء النجاح أو الإخبار أحينا لأنه هو خايف ومتردد فيفوت عليه الفرصة هشوف المشكلة فيه وينها عملوا دراسة في دانيا في الكتاب إذا كان عطي بروها شوف الدراسة العمل للناس وصلت إلى قمة النجاح وفي ناس أقل من كده بكتير بالرغم أنهم عندهم شهادات ومودات زي ما نتكلم مسألة ما لا علاقة بحجم التعليم بحجم الدراسات بحجم الشهادات ما لا علاقة وما لا علاقة بإيه ليه ما في هناك فشل ما في في خبرات في تجارب وإحنا نبغى نتعلم من الخبرات وإحنا ما نسميها فشل وما نسميها نسميها فعلا خبرات وتجارب في مدى يؤثر مخي ما هو إذا كلام سليم يسار إحنا لازم نتحكم الأفكار دا خطيرة لو هي تحكمت فيك مشكلة في عواطفة دائما نحن نقول كلمة أن الخريطة ليست هي الأرض يعني يعني مش شرطة اللي كل تشوفه على أرض الواقع يكون على أرض الواقع حقيقي لكلمة رائعة يقول إيه تغييرات صغيرة في حياتك اعمل على تغيير سلوكك لو تبقى تعمل تغييرات عظيمة فاعمل على تغيير منظورك اللي أنت شغال عليه المنظور اللي أنت بتشوفه يسموه لازم تغير الرؤيتك للأمور لما أنا أقول لا ما حدر أقول لا خاليني أراجع أنا حدر بس لو سويت كده أو عملت كده يعني كيف نعمل ريفيرست للكلمات دي عندنا علشان تغير من المشاعر السلبية الموجودة عندنا هذه لأنه عدم فهم العواطف له سببين فيه سبب منطقي والسبب نفسي السبب المنطقي هو الجهل آم أنا ما أعرف أو عندي نقص معلومات فيه سبب نفسي اختلاف الرؤية بيننا أو الأسلوب التقليدي وبيعمل حاجة خطيرة سمولي مرض اسمه UFT ثلاثة ال-U uncertainty أنا ما أعرفش اللي يحصل الفير أنا خايف من اللي حيحصل دي داوت أنا شاك من اللي حيحصل يعني ثلاثة أمراض مخيفة إذا تواجدت ثلاثة في كل إنسان يبقى هو عنده مرض أنا خايف أنا شاكد أنا ماني متأكد تخيل معايا لو أن هناك لو أنت رئيس في دائرة اسمعني كويس وعندك مرؤوسين واكتشفت أن مرؤوسك عنده UFD دا إيش حتساوي تقول لك أنا شاكد ممكن يحصل أنا خايف ممكن ما يحصل أنا ماني متأكد أو دي على الفكر ذي كالسا الثلاثة دول أمراض خطيرة يسموها UFD إذا زرعت تحتاج وقت إنها تتشاهد هي أشكر الجميع على التواجد في هذا اليوم وإحنا خدنا جولة فيما يسمى الزكاء العاطفي وهذه المحاضرة المسجلة إن شاء الله بحاولها تعالى نحطها على على قناة اليوتيوب طبعا هو دورة تدريبية اسم الزكاء العاطفي مدتها يومين يعني في أشياء كتير ما قلناها بصرحة كيف تعمل زكاء عاطفي كيف يعني الأدوات والطول والتكنيك هي ما تلك كلمنا عنها ولكن إن إحنا ناقشنا أشياء كتير مرنا لكم إن شاء الله التوفيق وكل عام وإنتوا طيبين إن شاء الله مراكم إن شاء الله في لقاء آخر لحول الله تعالى شكرا لكم جميعا وشكرا لحضوركم اشتركوا في القناة